ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام والمهدي صفح من تظر الإنسانية تبدى الثورة بديار الشام بديار الشام بديار الزلت أيام والقائم ترفل بديار الشام بديار الزلت أيام والمهدي صفح جابة ايام واللّا ظلت أيامING ولقائم ترفل بديار الشام بديار الزلت أيام والمهدي يصفح ساباته ويضل من تضر الإنسانية تبدى الثورة الكونية من تضر الإنسانية تبدى الثورة الكونية وين بديار الشارع يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على المنتظرين والمنتظرات يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك الأمان الأمان يا صاحب الزمان الحلقة الحادية والعشرون فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان والحديث هو الحديث حديث الولادة ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ونمط البحث هو هو نمط الشاشات المتعددة لازلنا في الشاشة الثالثة والتي عنوانها شاشة الأسرة وصلت إلى صورة السادسة من صور هذه الشاشة زيارة السيدة نرجس صلوات الله عليها وأعني بذلك نص زيارتها الشريفة ومر الكلام في الحلقات المتقدمة في جو هذا المضمون في حلقة يوم أمس وقفت طويلاً عند هذه العبارة من زيارتها وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان في زيارة السيدة نرجس السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر وعردت بين أيديكم لقطات من هنا ومن هناك من الزيارات والأدعية والأحاديث والكلمات المعصومية الشريفة وأعتقد أن ما عردته كان يمثل مصداقاً عملياً لموضوع عردته في الشاشة الثانية حين تحدثت عن منظومة الأدعية والزيارات إذا تتذكرون فإن الصورة الثالثة في الشاشة الثانية والتي عنوانها شاشة العترة الصورة الثالثة كانت تحت هذا العنوان منظومة الأدعية والزيارات وحدثتكم عن هذه المنظومة حديثاً إجمالياً أشرت إلى الهندسة الخاصة التي هندس المعصومون فيها وبها هذه المنظومة لن أعيد الكلام لكنني أظن من أن ما عردته بين أيديكم حينما جئتكم بأمثلة ونماذج لشرحي وبياني مضمون هذه العبارة في زيارة السيدة نرجس وبدنك الطاهر السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر جئتكم بمثال من زيارة السيدة فاطمة بنت أسد وبمثال من زيارة الصديقة الكبرى الزهراء ومن زيارة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وبمثال من زيارة أمير المؤمنين الزيارة المطلقة السادسة بحسب مفاتيح الجنان وبمقطع من زيارة وارث وبمقطع من الزيارة المخصوصة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان الزيارة الرجبية والشعبانية لسيد الشهداء وبمقطع من دعاء الاستئذان لزيارة المشاهد الشريفة عموما وللسرداب الشريف خصوصا يعني سرداب الغيبة وجئتكم بمقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة وبنصوص من كلماتهم الشريفة اعتقد ان هذا الترابط وهذا التواصل والتعانق فيما بين هذه النصوص يوضح مراد من ان منظومة الادعية والزيارات نسجت على اساس نظام يحفظ حقائق المعارف ويحفظ هذه النصوص لفظيا بعيدا عن التحريف ولذا فان اكثر النصوص حفظا ومحافظة على اصولها هي نصوص الادعية والزيارات بحيث ان عامة الشيعة يستطيعون ان يميز اي شيء دخيل لا ينسجم مع لحن هذه الادعية والزيارات والغريب بل الغريب جدا من ان هذه النصوص هي الاكثر ضعفا في نظر علم الرجال وفي نظر مراجعنا الكرام وعلمائنا الاجلاء وهذا مصداق واضح لخداع ابليس لمراجعنا وعلمائنا بحيث ان النصوص الافضل والتي نقلت بالنص وليست بالمعنى في نظرهم ضعيفة المشكلة كبيرة بالنسبة لعلمائنا ومراجعنا لان الشيطان قد خدعهم خدعة كبيرة ان القى بعقولهم في احضان الفكر الناصبي ومن هنا سلطوا هذا السيف الناصبي المسموم الذي سمي بعلم الرجال وذلك الرمح القاتل الذي سمي بعلم الاصول وتلك الحربة الغادرة المسمومة التي سميت بعلم الكلام اضافة الى ثقافة قرآنية تفسيرية ناصبية بامتياز مع قراءة مبتورة طبرية للتأريخ هذا هو واقعنا ومؤلفات علمائنا ومراجعنا تعج بهذا الذي اشرت اليه وانا لست بصدد الحديث عن هذه القضية انما اريد ان اضع بين ايديكم ما قاله مراجعنا الكبار ومن الطراز الاول فيما افتوا به في رسائلهم العملية التي يقدمونها لكم كي تعملوا بها من الاموات والاحياء على حد سواء حين افتوا بنجاسة دم المعصوم حتى لو كان ذلك في السياق الاعجازي انا لا افهم اذا كان دم المعصوم في السياق الاعتياد يمكن ان نجد عذرا لهم في السياق الاعجازي اي عذرا لهذه البصائر التي طمست بسبب الفكر الناصبي انتم بانفسكم استمعتم الى كلمات المعصومين وانتم بانفسكم ايضا لاحظتم الترابط الوثيق بين مضامين كلماتهم في زياراتهم في ادعيتهم في احاديثهم ولم يكن الامر استقصائيا انما جئتكم بامثلة من الكتاب المتوافري في بيوتكم مفاتيح الجنان يمكنكم ان تراجعوا هذه النصوص واعتقد انكم استنتجتم فكرة ووصلتم الى نتيجة ما قارنوا بينما وصلتم اليه وبينما يذهب اليه مراجعنا الكرام هذا هو كتاب العروة الوثقة العروة الوثقة رسالة عملية لاحد كبار مراجع الشيعة سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه العروة الوثقة صار معروفا في الوسط المرجع في الوسط الحوزوي من ان المراجع يكتبون حاشية عليها في المواطن التي يتفقون مع السيد كاظم اليزدي لا يكتبون شيئا يعني يعني ان رأي السيد كاظم اليزدي مع رأي المرجع المحشي صاحب الحاشية واحد في الموطن الذي يختلف فيه رأي المرجع صاحب الحاشية فانه يكتب حاشية في الهامش يعلق وهكذا طبعت حواشي المراجع على هذه الرسالة العملية العروة الوثقة وهي تمثل لهؤلاء المراجع رسائلهم العملية أيضا هذه العروة الوثقة مع مجموعة من تعليقات وحواشي عدد ليس قليلا من مراجعنا الكبار من الأموات والأحياء العروة الوثقة والتعليقات عليها مؤسسة السبطين العالمية وهذه الطبعة الأولى 1430 هجري قمري وهذا هو الجزء الثاني صفحة تسعين صفحة تسعين المسألة الثالثة الدم الأبيض هكذا يكتب صاحب العروة السيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه الدم الأبيض وقد يسأل سائل هل يمكن أن يكون الدم أبيض نعم في بعض الحالات بالنسبة لنا لحالة مرضية لحالة مرضية يعرفها الأطباء يمكن أن يكون الدم أبيض وفيما نقل عن الأئمة المعصومين وعن إمامنا الحسن العسكري كانت هناك حالة إعجازية ومع ذلك بغض النظر عن الحالة المرضية أو عن الحالة الإعجازية المسألة الثالثة هكذا يقول السيد كاظم اليزدي الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس دم وصار لونه أبيض فإذا كان فعلا وهذا دم وبسبب حالة مرضية صار لونه أبيض فإنه نجس هذه القضية مفهوما إذا كان دم أو كان دم أحدكم والدم نجس دم ودمكم نجس بحسب الأحكام الفقهية التي نعرفها دم الإنسان إذا خرج من بدنه ووقع على مكان ما فإنه سينجس ذاك المكان بحسب الأحكام الفقهية الدينية لو كان الدم الخارج من أبداننا ملونا بلون أبيض إذا كان يسمى دما عند الأطباء في العرف وهذا دم فعلا ولكن لعارض مرضي تغير لونه من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض فما زال يسمى دم فهو نجس باعتبار أن الأحكام تدور مدار العناوين كما هو المعروف الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس يأتينا بمثال كما في خبر فصد العسكري صلوات الله يعني الفصد هي عملية كعملية الحجامة فالطب القديم كانت تستعمل كثيرا ربما يشابهها الآن ما يسمى بعملية التبرع بالدم هي عملية إخراج دم من الجسم لأمر صحي ليس بالضرورة أن يكون الشخص مريضا وإنما قد يكون لبعث النشاط في جسم الإنسان أو لغاية أخرى فهناك الحجامة وهناك الفصد الحجامة عملية إخراج لدم لبعض الدم من جسم الإنسان بطريقة تسمى الحجامة وعملية الفصد كذلك هي عملية إخراج لبعض الدم من جسم الإنسان بطريقة معينة تسمى الفصد لست بصدد التوغل في كل الجزئيات الفصد عملية إخراج دم من جسم الإنسان لأمر صحي لغاية من الغايات النافعة للإنسان هو هذا الفصد كما في خبر فصد العسكري والمراد منه إمامنا الحسن العسكري كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه نحن إذا أردنا أن نعود إلى خبر فصد العسكري الذي أشار إليه فإن الخبر يتحدث عن أمر إعجازي كان سببا لانتقال شخصية مسيحية مهمة من النصرانية إلى الإسلام وإلى الإيمان بمنهج الكتاب والعتر حادثة فصد العسكري أعني إمامنا الحسن العسكري ذكرت ذكرت في صيغة وفي صورة في كتاب الكافي لو كان عندي وقت لقرأت عليكم هذه الأحاديث لكنها لا صلة لها بموضوع البرنامج موضوع البرنامج في ولادة القائمة من آل محمد فقط أرشدكم لمن أراد أن يراجع الخبر هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف في باب مولد أبي محمد الحسن بن علي في باب مولد الإمام العسكري هناك طبعات كثيرة للكافي بحسب هذه الطبعة وهي طبعة دار الأسوة إيران صفحة 585 الحديث الرابع والعشرون ولكن في أي طبعة يمكن أن نعود إلى هذا الباب باب مولد الإمام العسكري الحديث الرابع والعشرون جاء مذكورا في صفحة 585 خمسمية وستة وثمانين هذا في كتاب الكافي ولكنه جاء مفصلا أكثر في الجزء الخمسين من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي جاء الخبر في صفحة 260 261 262 وهو قد نقل الخبر عن كتاب الخرائج والجرائح أو الخرائج والجرائح عن كتاب الخرائج والجرائح للمحدث الكراجكي الحديث الحادي والعشرون صفحة 260 261 262 من الجزء الخمسين من بحار الأنوار طبعا دار إحياء التراث العربي فالخبر جاء مفصلا في الجزء الخمسين من البحار وجاء مقتضبا ربما فيه شيء من الاختلاف ولكنه جاء مقتضبا مختصرا في الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف بغض النظر عن تفصيل ما جاء في الخرائج والجرائح وعن اختصار ما جاء في الكافي لكن الحديثين يتناولان موضوع فصد إمامنا الحسن العسكري ويتناولان مسألة خروج دم أبيض من جسده الشريف وهذا هو الذي يتحدث عنه بالنتيجة السيد كاظم اليزدي في العروة الوثقة الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دم النجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه لا توجد اعتراضات إلا ما جاء من إشارة طفيفة جدا هناك ثعليق من الجواهري تعليق الجواهري والمراد من الجواهري إذا ما أردنا أن نعود إلى قائمة أسماء المراجع والفقهاء والعلماء الذين علقوا المراد شيخ علي الجواهري المتوفى سنة 1340 للهجرة التعليق هكذا لا يعجبني التعبير بالنجاسة فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود بالنتيجة لا تجوز الصلاة فيه يعني أنه نجس إشارة طفيفة وهناك من الاستحبانات كان الأولى والأوفق بالتعظيم عدم التعرض له هنا يعني هو لم يختلف في قوله مع السيد كاظم اليزدي في قضية نجاسة الدم الأبيض ولكنه يشكل على السيد كاظم اليزدي لو لم يذكر هذا الموضوع الذي يرتبط بالإمام العسكري لكان أفضل أقرأ الاعتراضين مرة ثانية اعتراض الجواهري شيخ علي الجواهري لا يعجبني التعبير بالنجاسة قضية لفظية فلو عبر بعدم جواز الصلاة فيه ونحوها لكان أجود لماذا لا تجوز الصلاة فيه لأنه نجس مثل ما نقول في أمثالنا الشعبية صبيها تشبيها والاستهبانات كان الأولى والأوفق بالتعظيم يعني بالتعظيم للإمام المعصوم عدم التعرض له هنا وإلا فدمه نجس الإشكال أن الأولى اللا يتعرض لذكر الإمام في هذا الموقف أما بقية المراجع فهم متفقون بالكامل وحتى ليس عندهم من اعتراض طفيف على الإطلاق حتى هؤلاء الجواهري والاستهبانات ظاهر كلامهم هم يتفقون مع السيد كاظم اليزدي بخصوص هذه القضية أي قضية نجاسة دم المعصوم ولو كان بلون أبيض وبحالة إعجازية أقرأ عليكم اللستة القائمة لأسماء المراجع الذين يوافقون سيد كاظم اليزدي على رأيه قطعا هذه اللستة ليست لكل فقهاء ومراجع الشيعة الذين لم تذكر أسماءهم هنا هم أيضا يتفقون مع هؤلاء هذه القضية مسلمة عند مراجعنا وعند فقهائنا أنتم لاحظتم أحاديث الأئمة كيف زياراتهم كيف وذوق الأئمة كيف وهذا منطق علمائنا قد يقول قائل منهم في مقام الترقيع وهذا شيء طبيعي عملية الترقيع ستشتغل لا أبالي بالترقيع الترقيع دليل واضح على التمادي في الانتقاص من أهل البيت حينما نرقع للمراجع هذا دليل واضح أولا على خطأ وخطيئة المراجع لذلك يحتاجون إلى الترقيع وثانيا المرقعون يثبتون أنهم صنميون بامتياز فهم يناصرون علماء ومراجع ينتقصون من المعصومين نحن نحترم العلماء والمراجع حينما يوافقون منهج الكتاب والعترة حين يختلفون مع منهج الكتاب والعترة لا نحترمهم ولا نحترم آراءهم ولا شأن لنا وآراءهم نأخذها ونرميها في أسوأ الأمكنة لأن الذي يدعي ويقول من أنه ينوب عن محمد وآل محمد ينوب عن صاحب الزمان وهو يسيء إلى صاحب الزمان آراءه المعاندة لآل محمد هذه لو ألقيت لو ألقيت في المزابل فإنها تقذر المزابل وتنجس المزابل أي أن كان أنا لا شأن لي بهذه الألقاب مرجع بطيخ أي وصف من الأوصار نحن عندنا قانون واحد هذا القانون يصدر عن محمد وآل محمد وقواعد الفهم تصدر عن محمد وآل محمد إنني أتحدث عن ديني محمد وآل محمد للذين ينتمون إلى هذا الدين للذين ينتمون إلى منهج الكتاب والعترة إذا كان آخرون يريدون أن ينتموا إلى منهج آخر هم أحرار لا شأن لنا بهم وقطعا هذا الكتاب لا يجمع أسماء كل الذين كتبوا حاشية على العروة أكثر علماء الشيعة لم يكتبوا حاشية على العروة من المراجع والفقهاء لأن السيد كاظم اليزدي من العلماء المتأخرين فكيف يكتب العلماء السابقون حاشية على رسالته العملية مع أن السيد كاظم اليزدي هذا الرأي لم يخرجه من جيبه وإنما جاء به من كتب الفقهاء الماضي فقلت قد يرقع المرقعون فيقولون عندنا أحاديث يفهم منها هذا المعنى هذه الأحاديث جاءت بلسان التعليم هذه الأحاديث جاءت بلسان التوضيح فهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما استشهد يحتاج إلى تغسيل جسد النبي طاهر في حياته وفي موته جسده طاهر جسد المعصوم طاهر لا يحتاج إلى تغسيل تغسيله هو إجراء للقانون الذي سنه رسول الله هذا هو المشرع وهو المقنن المشرع والمقنن لتغسيل الميت يجري عليه الأمر لتثبيت هذا التشريع لم يكن محتاجا للتغسيل لأنه ليس نجسا جسد النبي لا يمكن أن يكون نجسا في أي حالة من الحالات جسد النبي طاهر مطهر في يقبته في منامه هل أن نوم النبي ينقض الوضوء لا لا ينقض نوم النبي الوضوء ولذا النبي في حالة طهر دائم ولكنه يتوضى لماذا لا ينقض نوم النبي الوضوء لأن النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه وهذا المعنى موجود في كتبنا وفي كتب المخالفين أنا حينما تأخذني سنة فإذا كانت السنة لا تغلب على سمعي فإن هذه السنة لا تنقض وضوء أنا وأنتم عامة الناس توضعت الآن وبعد أن توضعت أخذتني سنة والسنة درجة من درجات النوم إذا كانت هذه السنة ما غلبت على سمعي وإنما غلبت على بصري فقط لازلت أسمع فإن هذه السنة لا تنقض وضوء النبي لا ينام قلبه ولذلك هو يسمع كل شيء حوله لا ينام قلبه لست بصدد دراسة شؤون النبي وأحواله وأوضاعه الروايات التي وردت في كتب الحديث ويفهم منها ذلك يفهم منها هذا المعنى الذي أفتوا به إنما هي جاءت بلسان التعليم والتوضيح ولكننا ماذا نصنع لهؤلاء الفقهاء والمراجع الذين يريدون أن يفهموا الحديث وفقا لقواعد الفهم الشافعي فيأخذون كل حديث لوحده على أنه وحدة متكاملة ويعزلون ما بين الأحاديث التي هي في مقام الفتوى للجانب الطقوسي والعملي الوظيفي وما بين الأحاديث التي هي في مقام العقيدة والمعارف والحال هذه الأحاديث لا يمكن التفكيك فيما بينها وفوق كل ذلك ما حاجة الفقهاء وما حاجة الشيعة لإصدار فتاوى من هذا اللون الإمام المعصوم المعصوم ليس بيننا بشكل واضح محسوس ولسنا محتاجين لمثل هذه الفتاوى الغريب المؤسسة الدينية فاشلة عاجزة عن أن تجيب أسئلة الواقع أنتم لاحظوا الآن لاحظوا المجالس التي تعقد في الحسينيات في هذه الليالي أنا تتبعت العديد من المجالس التي تنقل نقلا مباشرا الصفة الواضحة والظاهرة على هذه المجالس هو قلة أعداد الشباب في هذه المجالس وهذه واضحة جدا ليس في مجلس واحد عدة ليالي وأنا أتابع المجالس التي تنقل على الفضائيات الشيعية عدد الشباب الذين يتواجدون في هذه المجالس قليل جدا بالقياس إلى السنوات الماضية وهذا الأمر هو هو هنا في لندن في كل أوروبا في كل بلدان العالم التي تعقد فيها المجالس في الحسينيات في المساجد في المراكز الشيعية هناك انحسار واضح للشباب وحين تسألهم إنهم يمتلكون أسئلة مراجعنا عاجزون فاشلون لا يستطيعون أن يجيبوا على أسئلة شباب الشيع مؤسسة دينية عاجزة فاشلة متخلفة عديمة الثقافة بسبب المراجع فإن المراجع هم الذين على رأسها وهذه أحوالهم وإذا كان الواقع ليس كذلك أثبتوا لي بالدليل العملي وبالدليل الواقعي أثبتوا لي خلاف ما أقول ولا يكون الكلام بالتهريج والسباب أثبتوا لي بالحقائق ما الحاجة إلى مثل هذا الهراء هذه اللستة الطويلة من المراجع والفقهاء كلهم يتفقون على نجاسة دم المعصو الشيخ علي الجواهري السيد محمد الفيروز آبادي وهذه أسماء لمراجع كبار المرز محمد حسين النائيني من أبرز أساتذة السيد الخوي شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم ومن أساتذة السيد الخمين وبقية المراجع الكبار شيخ ضياء الدين العراقي من أساتذة السيد الخوي السيد أبو الحسن الإصفهاني السيد أغا حسين القمي شيخ محمد رضا آلياسين من مراجع النجف الكبار وخال السيد محمد باقر الصدر السيد محمد تقي الخونساري السيد محمد الكه كمري السيد صدر الدين الصدر والد السيد موسى الصدر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء السيد جمال الدين القل بايكاني كان كان سيد أبو الحسن يرجح أن تكون المرجعية له من بعده ولكن صارت المرجعية للسيد محسن الحكيم السيد إبراهيم الحسيني الاستهباناتي صاحب الحاشية الطفيفة التي قرأتها قبل قليل السيد حسين الطباطبائي البروجردي من أساتذة السيد السيستاني المرجع المعاصر وتأثر به تأثرا كبيرا جدا ومنهجه منهج السيد السيستاني تقريبا هو نفس منهج السيد حسين الطباطبائي البروجردي السيد مهدي الشيرازي والد المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي السيد عبدالهادي الشيرازي من أبناء عمومتهم من أبناء عمومة آل الشيرازي يعني سيد محمد الشيرازي وسيد صادق الشيرازي سيد محسن الطباطبائي الحكيم غني عن التعريف السيد محمود الشهرودي من المراجع الكبار وممن كان أيضا يرشحهم سيد أبو الحسن الأصفهاني للمرجعية من بعده ولكن المرجعية آلت لسيد محسن الحكيم ورجعت إليه بعد وفاة سيد محسن الحكيم سنة 1970 ميلادي سيد أبو الحسن الحسيني الرفيعي السيد محمد هادي الحسيني الميلاني السيد حسن البجوناردي وهذه أسماء لامعة مثل السيد الميلاني مثل السيد حسن البجوناردي سيد أحمد الخوانساري السيد عبد الله الشيرازي السيد كاظم الشريعة مداري السيد علي الفاني الإصفهاني السيد روح الله الموسى والخميني أعلام لا يحتاجون إلى تعريف السيد شهاب الدين المرعش النجفي السيد أبو القاسم الموسوي هؤلاء كلهم يجمعون على نجاسة دم المعصوم حتى لو كان في الحالة الإعجازية لأنهم لم يعلقوا في حواشيهم على الذي ذكره سيد كاظم اليزدي هذا يعني أنهم متطابقون معه مئة في المئة سيد كاظم الشريعة مداري سيد علي الفاني الإصفهاني سيد روح الله الموسى والخمين سيد شهاب الدين المرعش النجفي سيد أبو القاسم الموسو الخوع المرز هاشم الآملي سيد محمد رضا القلبايقاني سيد عبد الأعلى الموسو السبزواري شيخ محمد علي الأراكي هؤلاء مراجع عصرناهم جميعا من كبار مراجع النجف وقم شيخ محمد أمين زين الدين وكان من كبار رموز المدرسة الإخبارية سيد محمد الحسين الشيرازي مر ذكر والده قبل قليل سيد مهدي الشيرازي وكذلك من أبناء عمومتهم سيد عبد الهاد الشيرازي سيد حسن الطباطباء القم سيد تقي الطباطباء القم سيد محمد الصادق الحسين الروحاني سيد محمد الموسوي مفت الشيعة السيد علي الحسين السيستاني المرجع المعاصر كلهم هؤلاء يقولون بنجاسة دم المعصوم ولو كان في الحالة الإعجازية مثل ما قال سيد كاظم اليزدي سيد علي الحسين السيستاني شيخ محمد الفاضل اللنكراني واحد واربعين اسم مع سيد كاظم اليزدي اثنين واربعين اسم ومثال لمرجع من المراجع الذين كتبوا حاشية ولم يذكر اسمه في هذه القائمة المرجع المعاصر السيد صادق الشيرازي هذه حاشيته على العروة الوثقة وهذا هو الجزء الاول وهي بمثابة رسالته العملية فهو قد قال في المقدمة بخط يده بسم الله الرحمن الرحيم العمل بما في العروة الوثقة مع ما علقت عليه مبرئ للذمة ان شاء الله عشرين ذي الحج الحرام الف اربعمية واثمانية وعشرين هجري صادق الشيرازي مع ختمه وهذه الطبعة هي الطبعة الاولى الف اربعمية وتسعة وعشرين هجري قمري دار الانصار قموا المقدس صفحة اثنين وخمسين المسألة الثالثة الدم الابيط اذا فرض العلم بكونه دم نجس نجس كما في خبر فصد العسكري صلوات الله عليه ولم يعلق شيئا فهو يتفق مع سيد كاظم اليزدي في هذا الرأي مئة بالمئة غريب آل الشيرازي كلهم على هذا الرأي والدهم سيد مهدي ابن عمهم سيد عبدالهاد الشيرازي المرجع الراحل سيد محمد الشيرازي المرجع المعاصر سيد صادق الشيرازي بقية المراجع جميعا لماذا هذا الاتفاق على نجاسة دم المعصوم لماذا انتم ماذا تقولون ماذا تقولون انتم انتم استمعتم الى النصوص في الزيارات واستمعتم الى النصوص في الاحاديث بدن المعصوم داخلا وخارجا طاهر بل ان الابدان التي تتمازج مع المعصوم تكون طاهرة داخلا وخارجا كما نحن نقرأ في زيارة السيدة نرجس وقد وضحت لكم المطلب في حلقة يوم امس من لم يكن قد تابع الحلقة فليرجع اليها موجودة على الانترنت موجودة على موقع قناة القمر السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر امهات المعصومين مشمولة بهذا لماذا لانها مازجت مازجت المعصوم ماذا نقرأ في زيارة السيدة نرجس السلام عليك وعلى بعلك وولدك هناك ممازجة ممازجة هناك ممازجة مع الامام العسكري هناك ممازجة مع ولدها الامام الحج هذه الممازجة اطالت ام قصرت هذه الممازجة جعلت من هذا الكائن الممازج لأصل الطهارة وعنصرها ان يكون طاهرا من الخارج ومن الداخل هذا ما اعتقده عقيدة هزيل فعقلي هزيل ولكن انتم استمعتم الى النصوص وشاهدتم هذه المنظومة المتماسكة منظومة الادعية والزيارات ولعنة على علم الرجال هذا الذي يقال له علم الذي يضعف منظومة الادعية والزيارات التي هي اقوى ما بأيدينا من النصوص هي اقوى ما بأيدينا من النصوص لانها محفوظة لفظا ومعنى بينما الروايات والاحاديث هناك فيها ما جاءنا منقولا معنا ولم يتمكن الراوي من حفظه لفظا وهو جائز الامة اجاز لنا ان ننقل كلامهم اجوبتهم احاديثهم خطبهم ان ننقلها بالمضمون بالمعنى بشرط ان ننقل المعنى صحيحا ودقيقا واقرب ما يكون الى المعنى الذي يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة للادعية والزيارات لا يستطيع احد ان ينقلها بالمضمون ولذلك نقلت الينا لفظا ومضمونا وهذه معجزة من معاجزهم هذه النصوص مع ان مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يحاربونها يستهزئون بها لا يستدلون بها ليس لها من اثر معرفي وعلمي واضح اتعلمون لماذا لان المخالفين لا يمتلكون منظومة كهذه المنظومة فلذلك ليست من مصادر معلوماتهم زيارات وادعية من هنا علماء الشيعة مراجع الشيعة الكبار وضعوا الادعية والزيارات جانبا تقليدا واتباعا للمنهج الناصبي الذي تأثر به الى حد كبير تلك هي الحقيقة بأي حجة من ان هذه الادعية والزيارات ضعيفة على اساس ان علم الرجال علم قوي وعلى اساس ان الاراء السخيفة والهزيلة والباهتة ومنها هذا القول القول بنجاسة دم المعصوم على اساس هذه اراء قوية نذهب الى فاصل وبعد الفاصل اعود اليكم اشتركوا في القناة 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 الذين تقلدهم الشيعة الشيخ الوائلي ذهب إلى نجاسة دم المعصوم حتى بعد استشهاده الآن الفقهاء ولا ندري هل يقبلون بقوله هذا أو لا الفقهاء المراجع قالوا بنجاسة دم المعصوم في حياته بعبارة واضحة هذه الأيام أيام شهادة الأمير أمير المؤمنين قتل في المحراب لم يقتل في ساحة المعركة فهذا يعني بحسب فتاوى هؤلاء المراجع أن دم أمير المؤمنين الذي سفك في المحراب كان نجسا وقد نجس المسجد ولا ندري هل طهر المسجد أو لا بحسب فتاوى ماذا أقول عنهم هؤلاء بحسب هذه الفتاوى دم أمير المؤمنين الذي سفك في المحراب هو دم النجس باعتبار أن الأغايون جناب المراجع الأعزاء يفتون فقط إذا ما قتل المسلم في ساحة المعركة في ساحة الجهاد فإن دمه يكون طاهرا ولذلك لا يحتاج إلى تغسيل أي مسلم من المسلمين إذا ما قتل في ساحة المعركة أي شخص في ساحة الجهاد في ساحة المعركة قتل هذا المسلم فإن دمه الذي يخرج من جسده ويلطخ ثيابه ويلطخ بدنه هذا الدم دم طاهر ولذلك لا يغسل هذا يفتي به المراجع وفي أيام قتال داعش الذين يقتلون في ساحة المعركة من مقلدي المراجع لا يغسلون وهذا واضح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وفي كلمات المعصومين هذا الأمر واضح واضح في سيرتهم وفي كلامهم وحديثهم بالنسبة لأمير المؤمنين لم يقتل في المعركة فهذا يعني أن دمه الذي سفح في محراب مسجد الكوفة كان نجس وقد نجس المسجد المسجد يعني دم أمير المؤمنين نجس أي والله صخم الله وجوهكم يا مراجع الشيء صخم الله وجوهكم على هالعمل السوداء بحسب هذه الفتاوى وأنا أوجه كلامي للأموات وللأحياء أقول صخم الله وجوهكم بحسب فتاواكم هذه دم أمير المؤمنين الذي سفح في مثل هذه الليالي في مجد الكوفة دم نجس لأنه لم يقتل في المعركة أما النابغة الوائلي فإنه يفتي بأن دم الحسين حتى بعد قتله دم نجس مع أن مراجع الشيعة يفتون بطهارة دم المسلم إذا ما قتل في ساحة المعركة من عامة شيعة أهل البيت إذا قتل في ساحة المعركة في ساحة الجهاد فإن دمه سيكون طاهرا وهذا الكلام بالمناسبة يفتي به أكثر علماء السنة وفقا لمذاهبهم ومناهجهم هذا الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد كتاب مشهور معروف ابن رشد كتبه في الفقه المقارن ابن رشد متوفى سنة خمسمية وخمسة وتسعين هجري قمري الطبع الأولى 2010 ميلادي مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت لبنان ابن رشد في هذا الكتاب ذكر آراء مذاهب المخالفين المعروفة صفحة ميتين وتسعطعش فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون فأما الشهيد أعني الذي قتله في المعترك المشركون فإن الجمهور يعني الأكثر من فقهاء السنة فإن الجمهور على ترك غسله لما روي أن رسول الله أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ولم يصل عليهم أبا ما يعتقدونه خلاصة القول فإن الذي يقتل في المعركة بحسب الرأي المشهور عندهم فإن الجمهور على ترك غسله لماذا؟ لأنه طاهر لا يحتاج إلى غسل ودمه طاهر أيضا سأعرض بين أيديكم وثيقة مقطعا من حديث للشيخ الوائلي الذي أرجوه أن تدقق النظر فيما يقول هذا الرجل فإنه يفتي بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده صلوات الله وسلامه عليه رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم سبعين من الحلقة مية وخمسة وثلاثين من برنامج الكتاب والناطق الآن الحسين انقتل إلى ألف وثلاثمائة وأربعين سنة تقريبا زين هذه ألف وثلاثمائة وأربعين سنة شكذر جاي نقولون الشيعة ترى بيصنلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني ما تفهمني انتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحتي يحتي بإذن يحتي بعقلك غريب ثم بعدين هذه كتبنا رأينا أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجش زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين قدتوا لما تجون تقولون أنها لي أنبيها له ما عندنا الشكل لي أنبيها دم الحسين إطلاقا ما يمهل معنا ماذا تقولون أنتم لماذا مراجعنا في النجف عموما وسيد السستاني خصوصا هذا الإصرار على نشر فكر الشيخ الوائلي لماذا لماذا هذا الإصرار من الحسينيات الشيعية والفضائيات الشيعية على نشر فكر الشيخ الوائلي وفكر الشيخ الوائلي أبعد ما يكون عن منهج الكتاب والعترة رجل غارق في الفكر الناصبي لا أقول إلى أذني إلى عمامته هذا كلام هذا كلام هذا كلام إبن رشد ينقل عن جمهور فقهائهم من أن القتيل في المعركة لا يغسل لأنه طاهر لأن دمه طاهر وقال وقال فقهاء الشيعة عن عامة الذين يقتلون في المعركة لو لم يكن مراجع الشيعة قد وضعوا هذه القاعدة ومهدوا هذا الطريق للشيخ الوائلي حين أفتو بنجاسة دم المعصوم حتى في حالته الإعجازية وليس بلون الدم حتى لو كان دم المعصوم بلون آخر وفي حالة إعجازية لأنه دام كل هؤلاء المراجع يفتون بنجاستهم ما الحكمة من ذلك ما هي الفائدة العملية ليس من جواب إلا أنهم في خدمة الشيطان الشيطان هو الذي يعرقهم من حيث لا يشعرون شيطان له تأثير علينا جميعا علي وعليكم هذا الدعاء الذي نقرأه في مثل هذه الأيام في أدعية نهاراتي شهر رمضان وأنا أقرأ من المفاتيح هذا الدعاء لمن أليس هذا الدعاء يقرأه يقرأه كل المؤمنين المراجع من المؤمنين أو ليس من المؤمنين ماذا نقرأ في هذا الدعاء اللهم اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه هذه من أدعية نهارات شهر رمضان أنا أقرأ من المفاتيح اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه فيه في شهر رمضان مع أننا نقرأ في أحاديث أهل البيت من أن الشياطين تحبس في شهر رمضان عن المؤمنين تقيد بالأغلال الروايات هكذا تقول لكن هذه القضية قطعا تتوقف على موضوع التوفيق وموضوع الوفاء بالعهد فهل نحن وفينا بالعهد أو لا الكلام هنا اللهم صلي على محمد وآل محمد وأعذني فيه في شهر رمضان الشهر الذي بحسب المفترض بحسب الروايات الشياطين مغلولة ومع ذلك وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره هذه الوسائل لا توجه للبقال هذه توجه للمراجع توجه للحكام للذين أمر الناس بأيديهم هذه الوسائل توجه إلينا جميعا لكن حصة المرجع منها من هذه الوسائل حصته حصة الأسد أين تظهر؟ أين تظهر؟ تظهر في هذا الهزال حينما تكون حقيدة المرجع هكذا حينئذ هل أتوقع من أنه سينال تسديدا من الإمام المعصوم في فتاوى؟ أبدا ولذلك أصر على هذه القضية من أن مراجع الشيعة لا يملكون تفويضا من الإمام الحج وإنما التفويض من الشيعة مراجع الشيعة الشيعة فوضوهم أن يكونوا زعماءهم الدينيين وهذا أمر راجع إلى الشيعة الشيعة أحرار مجموعة من الشيعة اختارت سين مجموعة أخرى اختارت صاد وإلا السؤال من نصب سين ومن نصب صاد سين هو نصب نفسه بنفسه صاد جاءته بطريقة الوراثة كافلام أعانته الظروف الاجتماعية وهناك خدمة سياسية قدمت له من الحكومة من دون اتفاق وهكذا وهكذا والشيعة رضوا بذلك والشيعة أحرار ومن حقهم ذلك فهل أن هذا المرجع حينئذ حينئذ يفترض علي أن أعتقد بأنه مسدد في فتاوى أي تزديد وعقيد تخرط التزديد يأتي بعد العقيدة الصالحة وإني لغفار لمن تاب وآمن آمن بالعقيدة الصالحة وآمن وعمل صالحا ثم اهتد إذا كانت عقيدته خرط لماذا يفترض بي أن أتوقع من أنه مسدد في فتاوى فمثل ما يخرط جناب المرجع ويفتي من أن دم المعصوم حتى في حالته الإعجازية نجس مثل ما يخرط هنا يخرط في باقي الفتاوى إذا كان يخرط في فتوى ليس لها أي أثر عملي فلماذا يفتي بها وهذا يدل على سفاهة في العقول وعلى انعدام الحكمة فضلا عن سوء المعتقد بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من كان هذا حاله بالنسبة لي على الأقل لا شأن لي بكم إنما أقول هذا كي أبين لماذا أنتقد المراجع لأنني لا أعتقد بعصمتهم ولا أعتقد أن الإمام الحجة يسددهم الإمام الحجة يسدد مرجعا متى إذا كانت عقيدته صالحة وبعد ذلك يكون عمله صالحا وبعد ذلك يكون علمه قد أخذه من أهل البيت فإن طلب المعارف من غير طريقهم مساوق لإنكارهم صلوات الله عليه حينئذ هناك احتمال أن الإمام الحجة يسدده إذا كانت القضية من البداية خرط إذا كانت العقيدة خرط العقائد خرط إذا كانت العقيدة هي أساسا عقيدة تجتمل على إساءة للإمام المعصوم فمن أين يأتي العمل الصالح ومن أين يأتي العلم النافع هذا هو السبب الذي يدفعني لانتقاد أقوالهم وآرائهم لأنني أعتقد أن المراجع هم مراجع الشيعة الشيعة تنتخبوهم فلا وجه للتزديد هنا التزديد له شروط وهذه المضامين والمعاني موجودة في أحاديث وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الهراء هو الذي قادنا إلى هذه المجالس الباطلة بحيث أن الشيخ الوائلي يفتي بنجاسة دم الحسين حتى بعد استشهاده نحن نخاطب الحسين أشهد أن دمك سكن في الخلد الله سبحانه وتعالى رفع دم الحسين إلى الخلد فهل رفع دم نجس والله ماذا أقول لهؤلاء ماذا أقول لهؤلاء أقرأ بيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله حبائل جمع وخدعه جمع يعني هذه أنواع كثيرة وأمانيه جمع وغروره وغروره هنا أيضا جمع في نفس السياق في سياق الجمع وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه هذه مجموعات مجموعات بعد ذلك وجميع مكائده يعني هناك أنواع أخرى لا يوجد في اللغة ما يمكن استعماله لتوضيح ذلك فوضع هذا العنوان العام وجميع مكائده هذه موجهة أساسا للمراجع كيف يتحصن المرجع عليه أن يتحصن بالتمسك بإمام زمانه أن يتمسك بمنهج الكتاب والعطرة لا أن يتمسك بالفكر الناصبي فحينما يتمسك بالفكر الناصبي تكون هذه النتائج هذا هو الشيء الطبيعي الموضوع ليس في هذه القضية الموضوع في حديث في حديث ولادة القائم صلوات الله عليه إنما أوردت هذه المسألة كي أنبهكم إلى أن قضية تضعيف المراجع من الأحياء والأموات لوثيقة السيدة نرجس لوثيقة السيدة حكيمة لوثيقة سعد الأشعري لسائر الأحاديث التي وردت في ولادة إمام زماننا للأحاديث التي وردت بخصوص الأشخاص الذين وفقوا للقياه ورؤيته زمان أبيه العسكري بشكل عام للأحاديث المرتبطة بولادة إمام زماننا هؤلاء المراجع هم نفسهم الذين ضعفوا هذه الروايات يعني نفس المنهج الخراط الذي أوصلهم إلى هذه العقيدة الخراط هو هذا المنهج الخراط أوصلهم إلى هذه النتيجة الخراط في تضعيف أحاديث الولادة وفي تضعيف الأحاديث التي ترتبط بشؤون أمه السيدة نرجس أو بشؤون عمته السيدة حكيمة أو بشؤون المختلفة الأخرى نفس المنهج الخرط الذي تبناه هؤلاء المراجع وقادهم إلى الفتية بنجاسة دم المعصوم حتى لو كان أبيض وفي حالة إعجازية جعلت النصراني وهو رمز من رموزهم في وقت الإمام العسكري يكون خادماً متواجداً في خدمة الإمام الحسن العسكري في سامراء هؤلاء المراجع من سوء توفيقهم من انطماس بصائرهم يفتون بنجاسة دم الإمام المعصوم مثل ما أفتو بنجاسة دم الإمام العسكري وهو في حالة إعجازية ولم يكن بلون أحمر كان بلون أبيض مثل ما أفتو بهذه الفتاوى الضالة السخيفة التافهة السفيهة هم هؤلاء إن لم يكونوا جميعاً الأكثر منهم أفتو بتضعيف أحاديث وروايات وأخبار الولادة المهدوية وذلك ما سيتضح لكم حينما أفتح لكم الشاشة السابعة والتي عنونتها شاشة إبليس نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكراً لكم 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 من أنني تحدثت عن هذه المسألة التي ترتبط بطهارة السيدة نرجس كما جاء في زيارتها الشريفة السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر كي أصل في حديثي إلى هذه الفتاوى السخيفة والسفيهة والضالة التي تصدر عن مراجعنا الكرام وفقهائنا الأجلاء وهم يفتون وفقا لعقيدة فاسدة وضالة من أن دم الإمام الحسن العسكري حتى في حالته الإعجازية وفي لونه الأبيض هو دم النجس وبشكل عام هم يفتون بنحو عام من أن دم المعصوم نجس لا أريد أن أتحدث عن هذه المسألة بنفسها وإنما أردت أن آتيكم بمثال فمثلما يعبث الشيطان بمراجعنا في قضية مثل هذه القضية فهو يعبث بهم وبشكل أقوى وآكد وأشد حينما يصل الأمر إلى أحاديث الولادة المهدوية لأن الولادة المهدوية أمر يقض مضجع إبليس ما من شيء آلم إبليس وآذى إبليس مثلما آلمه هذا الأمر مولد إمام زماننا هل هو صفعة هل هو قمعة ضربة بركان لا توجد تعابير بالنسبة لإبليس لا توجد تعابير لذا وضع برنامجا مفصلا كاملا وهذا ما سأتحدث عنه حينما يصل الحديث في أجواء الشاشة السابعة التي هي شاشة إبليس وسنرى أن من جملة وسائل إبليس في مشروعه وأنتم ستحكمون بذلك بأنفسكم بحسب الحقائق والوثائق التي سأضعها بين أيديكم ستحكمون بأنفسكم من أن من الوسائل المهمة التي استعان بها إبليس في التشكيك والطعن بولادة الإمام الحج أو في إنكارها مراجع الشيعة وكبار العلماء في الوسط الشيئي وهذا ما سيأتي بيانه وبالوثائق والحقائق والدقائق وأنتم بأنفسكم ستصلون إلى هذه النتيجة لست أنا الذي سأفرض آراء عليكم أنا سأضع الحقائق بين أيديكم أرشدكم فقط إلى جهة الترابط بين هذه الحقائق أما الحكم والناتج النهائي فهو راجع إليكم وأيضا للتذكير رجاء مرة ثانية أعرض وثيقة الشيخ الوائلي الوثيقة رقم سبعين من الحلقة مية وخمسة وثلاثين من برنامج الكتاب الناطق الآن الحسين انقتل إلى ألف وثلاثمائة وأربعين سنة تقريبا زين هذه ألف وثلاثمائة وأربعين سنة شكذر جاي نقولون الشيعة ترى بيصلون عليها ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني هل قد ما يخلص ما تفهمني أنتو هالعقلية هالذهنية يعني واحد يتكلم من يحتي بإذنه ويحتي بعقله ما غريب ولا غريب من الأشهر ثم بعدين هذه كتبنا رأينا أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجش زين ما ممكن واحد عند شيء يلطخ بدم ويسجد عليه زين قدتوا لما تجون تقولون أنها لي أنبيها له ما عندنا الشكل لي أنبيها دم الحسين إطلاقا ما يمهل معنا السؤال فقط لماذا هذا الإصرار من المرجع الأعلى وبقية مراجع النجاف لبث فكر الشيخ الوائل لماذا هذا الإصرار الجواب أتركه لكم أنتم أيها المنتظرون وأيتها المنتظرات لأن البرنامج أساسا موجه إليكم فإنني أبدأ حديثي بالسلام على المنتظرين والمنتظرات وكل حديثي إليهم بقي عندنا مفك آخر طال الحديث في أجواء زيارة أم القائم وسأحاول أن أختم حديثي عند هذا المفك مؤثرة هواهم وهذا هو نفسه ورد في زيارة السيدة فاطمة والدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها وبالغتي في حفظ رسول الله عارفة بحقه مؤمنة بصدقه معترفة بنبوته مستبصرة بنعمته كافلة بتربيته مشفقة على نفسه واقفة على خدمته مختارة رضاه مؤثرة هو هو نفسه في زيارة أم القائم وبالغتي في حفظ حجة الله ورغبتي في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم هذا مفك مهم جدا في هذه الزيارة مؤثرة هواهم هذه الجملة تشتمل على كل المعاني السابقة فإنني حين أقول إن السيدة نرجس مؤثرة مؤثرة هوا آل محمد فكل هذه المعاني وبالغتي في حفظ حجة الله ورغبتي في وصلة أبناء رسول الله عارفتان بحقهم مؤمنتان بصدقهم معترفتان بمنزلتهم مستبصرتان بأمرهم مشفقتان عليهم كلها تجتمع في هذه الجملة مؤثرة هواهم هواهم هذا المصطلح هذا العنوان ما تميل إليه قلوبهم وكل ما تميل إليه قلوبهم هو الذي يريده سبحانه وتعالى هواهم يعني عصمتهم يعني كمالهم يعني هم كل شيء ينتمي إليهم يكون معناه بحسبهم مثلما الصديقة الرضية المرضية السيدة نرجس حينما زجت إمامنا العسكري وإمامنا القائم حينما زجت بعلها وولدها تحولت إلى وجود طاهر مطهر في جميع الاتجاهات لأنهم مصدر الطهارة والتطهر فما يقال له هوى عندي هو بحسبي لأني كائن ناقص فهواي ناقص أيضا هم كائنات كاملة فهواهم كامل هذه العبارة تشتمل على كل المضامين التي ذكرت في الزيارة الشريفة في نفس السياق المتقدم والملاصق لها الجمل والعبائر التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل مؤثرة هواهم مؤثرة مقدمة إنها تقدم هواهم على هواها هذا هو المرات الإثار هو أن أقدم شيئا للآخر ولأجل الآخر على ما هو لي ولأجلي فأنا عندي هوا وعندهم هوا إذا كنت كحالي السيدة نرجس فإني أقدم هواهم على هواي وحين إذن سأكون مؤثرا هواهم مؤثرة هواهم ألغت هواها وقدمت هواهم وهذه هي الأولويات التي حدثتكم عنها في الحلقات الثلاثة الأولى من هذا البرنامج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة كان الكلام في هذا البرنامج جوابا على سؤال ما هو مضمون هذا السؤال ما هو أفضل عمل يقرب الشيعي من إمام زمانه أجبت على هذا السؤال في الحلقة الأولى والثانية والثالثة من حلقات هذا البرنامج وبعد ذلك شرعت في حديث الولادة من الحلقة الرابعة ولا زال الحديث مستمرا نحن الآن في الشاشة الثالثة في أواخر الحديث عن الشاشة الثالثة وحينها قلت في الحلقات الثلاثة الأولى من هذا البرنامج وأنا أحدثكم عن أفضل عمل يقربنا إلى إمام زماننا فصلت في القول إلى أن وصلنا إلى الأولويات هذه هي الأولويات إنها تؤثر هواهم على هواها مؤثرة هواهم ولذا نالت ما نالت من المنازل ومن المراتب فكانت قريبة جدا منهم لو لم تكن كذلك لما قرأنا في زيارتها وفي دعاء الزيارة اللهم إياك اعتمدت إلى أن يقول الدعاء وبك اعتصمت وبقبري أم وليك لثت لا ألوذ بقبرها إلا أن يكون ملاذا يقربني إلى آل محمد إلا أن يكون ملاذا يقودني إلى الحجة بن الحسن لأنها كانت مؤثرة هواهم كانت بهذه المنزلة فإننا هكذا نقرأ في الدعاء وبك اللهم وبك اعتصمت وبقبر أم وليك لذت فصل على محمد وآل محمد وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع ولدها هذا يعني أن لها من الشأن ومن المنزلة في حكومة إمام زماننا يوم القيامة ولذا نحن نطلب مرافقتها هذه شؤون حاكمية إمام زماننا وانفعني بزيارتها لو لم تكن زيارتها متصلة بإمام زماننا ما كان لزيارتها من نفع وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها لو لم تكن محبتها متصلة اتصالا مفصليا بمحبة إمام زماننا لما ذكرت هنا وانفعني بزيارتها وثبتني على محبتها ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها لو لم تكن شفاعتها في سياق شفاعة ولدها لما كان لشفاعتها من قيمة حتى المؤمن له شفاعة ولكنني هل أطلب شفاعة أحد من المؤمنين إلا إذا كنت سفيها إذا كنت سفيها نعم لأن السفيها يترك الأولى ويذهب إلى جهات أخرى إذا كنت سفيها نعم لا عقل لي آباؤنا أمهاتنا لهم شفاعة الرواياتها كذا تقول المؤمنون لهم شفاعة ولكنني هل أطلب شفاعة أبي مثلا في ولده هل أطلب شفاعة أمي في ولدها هل أطلب شفاعة أحد من المؤمنين لعلاقتي به نعم يمكن ذلك إذا كنت سفيها في الدنيا أو في الآخرة إذا كان إمام زماني موجودا وأنا مثل ما نقول في تعابرنا الشعبية العراقية أروح أدور بالمعثرات ولا تحرمني شفاعتها لو لم تكن شفاعتها في سياق شفاعة إمام زماننا ما ورد ذكر هذا المعنى في هذا الدعاء أصلا ما كانت لها زيارة بهذه الهندسة وبهذا الاتساق زيارتها حين جاءت بهذه الهندسة وبهذا الاتساق وبهذا النساق هي التي تقودني إلى هذه النتيجة الحتمية في أخرياتها في أخريات الزيارة ولا تحرمني شفاعتها وشفاعة ولدها وارزقني مرافقتها وحشرني معها ومع ولدها كما وفقتني لزيارتي ولدها وزيارتها زيارتها متصلة بزيارته شفاعتها متصلة بشفاعته موقفها متصل بموقفه محبتها متصلة بمحبته صلوات الله عليه إلى آخر فقرة من الزيارة وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها لو لم تكن زمرتها متصلة بزمرته بزمرة إمام زماننا لما جاء هذا المعنى في الزيارة وإذا توفيتني فاحشرني في زمرتها وأدخلني في شفاعة ولدها وشفاعتها كل هذه المضامين هي آثار في حاشية هذه العبارة مؤثرة هواهم مفك أساسي رئيس يحدثنا عن شخصية هذه الأميرة الطاهرة إنها أم القائم التي آثرت هواهم وكانت معهم وما زجتهم فصارت طاهرة مضخرة طهرت روحها بكلها وطهرة بدنها بكله بدواخله وخوارجه إنها السيدة نرجس إنها السيدة سقيل إنها السيدة مريم من أسمائها ورد في الروايات والأحاديث من أسمائها مريم إنها السيدة مريم إنها 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 والدة القائم صلوات الله عليه وعليها أذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر 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 والدة إمام زماننا صلوات الله عليه وعليها وإن لم أكن قد سلتت الضوء إلا على جزء يسير ويسير جدا منها لكن لاحظتم قوة المعاني ولاحظتم جمال السبك في ألفاظ الزيارة ولاحظتم جمال التنظيم والمعاني والترابط بين المعاني والمعلومات والمعارف التي أشارت إليها زيارتها الشريفة وأعتقد أن الذين تابعوا مضامين الشاشة الثالثة أعني شاشة الأسرة وجدوا ترابطا متينا فيما بين وثيقة السيدة نرجس والزيارة وفيما بين وثيقة السيدة حكيمة والزيارة وفيما بين المضامين التي تقدم ذكرها أيضا في الشاشتين السابقتين هناك ترابط واضح فيما بين هذه المعطيات إلى هنا اكتملت الصورة السادسة التي عنوانها زيارة السيدة نرجس وبهذا تكتمل الشاشة الثالثة يوم غد إن شاء الله تعالى سأفتح لكم شاشة جديدة هي الشاشة الرابعة الشاشة الرابعة عنوانها شاشة الواقع الشيعي الديني الواقع الشيعي الديني سأعرض لكم تفاصيل أتمنى أن تكون نافعة أتوقع أن تكون نافعة جدا مثلا مثلما مثلما بيّنت سابقا في الحلقات الماضية الشاشات المتعددة في هذه الحلقات تسعة تسعة هناك ثلاث شاشات ها هي قد مرت وتمت وكمل عرض الصور فيها هذه هي الشاشات الأولية الأصلية لأنني عرضت لكم في هذه الشاشات الثلاثة المطالب الأصلية التي يبتنى عليها وسأبني عليها بقية الموضوعات بقية المطالب التي سأعرضها في الشاشات القادمة فهناك ثلاث شاشات أصلية أولية شاشة القرآن شاشة العترة شاشة الأسرة وهناك ثلاث شاشات ثانوية فرعية هذا لا يعني أنها ليست مهمة أبدا وإنما هو تبويب علمي هو تنظيم للمعلومات فرعية فلربما هناك من المطالب في الشاشات التي أسميتها بالشاشات الثانوية الفرعية ربما فيها من المطالب ما يلامس وجدانكم أكثر مما تقدم من المطالب لأن النفوس أمزج لأن النفوس مذاقات ولأن النفوس مشارب ويختلف الناس في مذاقهم مثل ما يختلفون في مذاقهم الحس في طعامهم وشرابهم ولباسهم يختلفون في مذاقهم العقل والفكر والنفس والوجدان والمعنوي وقل ما تشع ثلاث شاشات هي الشاشات الأولية الأصلية ثلاث شاشات هي الشاشات الثانوية الفرعية وثلاث شاشات هي الشاشات الملحقة وكل هذه الشاشات مهمة جدا جدا وهناك حواشي سأتعرض لها بعد أن أتم كلامي في الشاشة التاسعة وحواشي مهمة جدا أيضا بعد أن أكمل كل ذلك حينئذ نستخرج أنا وإياكم الصورة الكلية الكاملة مع تفاصيلها وأترك الحكم إليكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر 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 مع شاشة جديدة مع الشاشة الرابعة أترككم في رعاية القمر صياما مقبولا دعاءا مستجابا أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله صلت أيام والمهدي صفح 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 ويقض الله أي من تظرى الإنسانية تبدى الثورة ترجمة نانسي قنقر أي من تظرى الإنسانية تبدى الثورة وين؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة